موسيقى أهلاً حضرتكم ومشاهدين الكرام ومشاهدين التلفزيون المصري في هذه الفترة الإخبارية والذي نتابع فيها وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراعاة تحقيق أكبر قدر من التوسعة في الطرق والمحاور الجديدة بمحافظة القاهرة وذلك لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة جاء ذلك خلال تفاقد الرئيس للأعمال الإنشائية بعدد من الطرق والمحاور والأعمال الصناعية التي تربط بين شرق القاهرة وغربها هذا وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد الموقف التنفيذي الخاص بمحور عمر المختار في منطقة مسترد امتداداً لمحور عدلي منصور وكذلك المرحلة الثانية من تطوير محور جوزيف تيتو كما تفقد سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي استكمال الأعمال الإنشائية في محور شينزو آبي الذي يساهم في نقل الحركة المرورية من محور الشهيد حتى العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أقلعت طائرتان لشركة إيركايرو إلى بولندا لإعادة الطلب المصريين إلى أرض الوطن وقالت رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم مساء اليوم إقلع طائرتين تابعتين لشركة إيركايرو متوجهتين إلى بولندا ليعود على متنها إلى أرض الوطن الطلب المصريون الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية إلى الدول الأوروبية المجاورة أعلنت وزارة الخارجية عبور المواطن المصري المصاب محمد سعد زايد إلى الأراضي البولندية وتنصيق وصوله إلى العاصمة وارسو كما أشارت الوزارة لتقديم الدعم وتوفير الإقامة للمواطن محمد سعد زايد ولأسرته فضلا عن متابعة سفير مصر في بولندا السفير حاتم تاجدين لحالة المواطن المصري مع الأطباء في المركز الطبي قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرانفلد قالت أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الهجوم الروسي على محطة نووية أوكرانية تصعيدا خطيرا جديدا وخلال كلمتها أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي قالت المندوبة الأمريكية أن القوات الروسية باتت على بعد 30 كيلو متر من ثاني أكبر محطة نووية في أوكرانيا محدرة من أن الخطر أصبح وشيكا قالت مسؤولة الشؤون السياسية بالأم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي روزماري دي كارلو قالت أن العمليات العسكرية قرب المواقع النووية وغيرها من البنية التحتية المدنية الحيوية غير مقبولة ويعد عملا غير مسؤول بالمرة أضفت ريكاردو أن أمام اجتماع طارئ للمجلس الدولي بعدما هاجمت القوات الروسية أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وسيطرت عليها أضفت أن الهجمات على منشآت الطاقة النووية تتعارض مع القانون الدولي الإنساني مضيفة أنه ينبغي بذل كل جهد لتجنب حادث نووي كارثي قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قال أن روسيا اضطرت لتنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا وذلك بسبب ممارسة الحكومة في كيف ما وصفه بالإبادة الجماعية ضد المواطنين في جنوب شرق البلاد فضلا عن ضخ الغرب لأسلحة إلى أوكرانيا أفادت وكالة ريترز للأنباء نقلا عن وسائل إعلام روسية بأن تصريحات وزير الدفاع الروسي جاءت خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتيريش وقد وفق وزير الدفاع الروسي على طلب للعمل بشكل أوثق مع المنظمة الدولية للتعامل مع القضايا الإنسانية في أوكرانيا قدمنا لحضراتكم مشاهدين الكرام هذه الجولة السريعة في أخبارنا المحلية والدولية دمتم في أمان الله وإلى المقاطع